السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكونيكت فايف ومكاملين مع يونت وان ومعدنا النهاردة مع لسونز 5 و 6 النهاردة الدرس لذيذ جداً هندخل سوا المطبخ وهنتعرف على أكلة جديدة وهنعملها مع بعض بس تعالوا نشوفوا الأكلة دي إيه الأول أول حاجة في الأكلة دي يلزمنا نعرف المكونات كلمة المكونات يعني نقول مع بعض طبعاً الكلمة تباني إنها كبيرة بس لو ركزنا هنعرف ننتقها صح هنقول طب بعد كلمة اللي هي معناها المكونات اللي هنعمل بيها البسبوسة عندنا كلمة إيه يا طرح؟ عندنا كلمة أوفن أوفن يعني فرن الفرن اللي هندخل فيها البسبوسة علشان تستوي نقول عليها أوفن أوفن يبقى كده عندي إنجريدينس عند المكونات وعندي أوفن الفرن بعد كده عندي ريسيبي 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 يعني الوصفة أو الطريقة لعمل البسبوسة اللي هنمشي عليها يعني أول حاجة هنشوف الريسيبي أو الوصفة إيه وبعد نجيب الإنجريدينس المكونات اللي موجودة في الوصفة وبعد ما نعملها هندخلها فين؟ برافو عليكم هندخلها الأوفن أو الفرن يا حلوين بعد كده هيطلع لنا إيه من الفرن؟ هيطلع علينا بسبوسة بسبوسة طبعا كلنا عارفينها اللي هي البسبوسة اللذيذة بعد كده عندي كلمة سامولينا اللي هو دقيقي السيمولينا أو الدقيقي اللي بنعمل به البسبوسة يبقى اسمه ايه سامولينا ممتازين حبيبي بعد كده عندي سيروب اللي هو السيروب أو الشربات اللي بنحطه على البسبوسة علشان يديها الطعم الحلو. بنقول عليه syrup. بعد كده عندي حاجة بعيدة عنهم بس كلنا بنحبها برضو اللي هي المحشي اللي بنقول عليه stuffed vegetables stuffed vegetables يبقى المحشي بنقول عليه stuffed vegetables. اوكي يبقى كل الكلمات اللي خاصة بالبسبوسة كانت ايه يا شاطرين كانت ingredients اللي هي المكونات ويبعدين ال oven اللي هي الفرن. recipe الوصفة بسبوسة البسبوسة نفسها simulina اللي هو دي السمولينا اللي بنعمل منه البسبوسة وبعدين stirrup اللي هو المشروب او الشراب اللي بنضيفه على البسبوسة علشان يبقى طعمها حلو واخيرا stuffed vegetables اللي هي كلمة المحشي البعيدة عن الخلطة بتاعت البسبوسة. بعد كده حلوين هنروح مع بعض فين هنروح مع بعض ممتازين المطبخ علشان نعمل البسبوسة اول حاجة بيقول لي my favorite recipe. my favorite recipe يعني وصفتي المفضلة my favorite recipe يعني وصفتي المفضلة بيقول we cook lots of different things we cook. cook يعني يطبخ احنا بنطبخ ايه? lots of different things. حاجات كتيرة مختلفة. زي ايه مثلا بيقول لي such as lentil soup اللي هي شربة العدس. فول مدمس الفول المدمس. and stuffed vegetables. ويهي المحشي. my favorite thing to bake is basbusa. والحاجة المفضلة بالنسبة لي. اللي بحب اخبزها هي البسبوسة. this is how you make it. دي الطريقة اللي بتعملها بيها. اللي هي قلنا عليها ايه? لقلنا عليها recipe او الوصفة. first اول حاجة طبعا recipe او الوصفة بتبقى steps. بتبقى خطوة. لازم نبدأ بالخطوة الاولى وبعدين الخطوة التانية وبعدين الخطوة التالتة لحد ما نوصل للمرحلة الاخيرة. فهو بيقول لي اول حاجة first او الحاجة. you need to turn your oven on to get it hot. اول حاجة تعملها خالص. او المتفكر تعمل بسبوسة تعمل ايه? you need to turn on. turn on your oven. او turn your oven on. اللي اتنين صح. انك تشغل الفرن. ليه بقى? to get it hot. علشان تسخن. هيبقى اول حاجة في وصفة البسبوسة اننا هنسخن الفرن. then وبعد ذلك weigh out the ingredients. بعد كده هنوزن المكونات. يعني هنشوف المقادير الخاصة بالوصفة ايه? بعد كده then you mix the semolina, coconut, sugar and melted butter. وبعد كده هنعمل ايه? mix. يعني نخلط. نخلط ايه بقى? semolina. ديه السمولينا بتاع البسبوسة. coconut. جوز الهند. sugar. sugar and melted butter. butter يعني زبدة و melted butter يعني الزبدة الضيبة. يبقى ديه عبارة عن ingredients او المكونات بتاعت البسبوسة اللي هنعمل لها ايه? هنعمل لها mixing مع بعض. هنخلطها فهتتحول ميكستر. ميكستر يعني خليط. بعد كده يا شطرين. you should mix these ingredients by hand. يبقى لازم المكونات دي كلها تخلطها بايديك. هتعمل لها خفق بايه? هتعمل لها خفق بيور هاند او ايدك. I love doing this. يعني انا بستمتع بعمل الشيء ده اللي هو الميكسينج. then you add وبعد كده هنضيف the yogurt. هنضيف اليوغرط اللي هو الزبادي. and pour the mixture into a baking dish. بعد ما اضيف الزبادي هتعمل ايه? هتصب الميكستر او الخليط ده في الطبق بتاع البيكينج. في طبق الخبز او في ايه? او في صنية الخبز. you can use a knife. ممكن تستعمل السكينة. طرح هنستعمل السكينة او knife ليه? to make diamond shapes on the top of the بسبوسة. زي ما انتو شايفين لو بصيتوا لشكل البسبوسة هتلاقيها متشكلة اشكال ال diamond او ايه? او الالماس. ايه؟ عبارة عن مكسرات. اللي هو اللوز اوكي. هنحط لوزة على كل ايه? على كل diamond او على كل شيب اوكي. it looks really pretty. يعني باين عليها انها جميلة فعلا. بعد كده يا طرح هنعمل ايه؟ bake the بسبوسة in the oven for 30 minutes. بعد كده هنخبز البسبوسة او هنحط البسبوسة علشان تستوي في الفرن المدة 30 ثانية. 30 دقيقة. 30 ثانية. 30 دقيقة لاننا اصلا عاملين ايه? لاننا اصلا مسخنين الفرن من قبل ما نبدأ في اننا نعمل الوصفة. بعد كده يا حلوين هتطلع لنا البسبوسة الجميلة طبعا. بس البسبوسة دي محتاجة ايه؟ محتاجة برافو محتاجة. السيروب. يا طرح هنعمل السيروب ازاي? make the syrup. علشان نعمل السيروب. put the honey. هنضيف العسل. وبعدين water المية. and lemon juice. وعصير الليمون. into a sauce pan. اوكي. هنجيب طاصة او اناء. هنحط في الطاصة او الاناء ده ايه؟ السيروب اللي هو عبارة عن ايه؟ honey عسل وووتر مية. ولمون juice اللي هو عصير الليمون. boil the mixture for about 10 minutes. وبعد كده هنخلي الميكستر او الخليط ده يغلي لمدة 10 دقايق. take it out of the oven. وبعد كده هنطلعها منين؟ هنطلعها من الفرن. then pour the syrup over the بسبوسة. وبعدين هتعمل ايه؟ هتضيف السيروب ده على البسبوسة. علشان تخلي طعمها حلو. cut the بسبوسة and share it with your family. وبعد كده هتقطع البسبوسة اللي انت كنت مقطعها اصلا. وعمل اشكال diamond. وبعدين هتشاركها مع العيلة. يعني هتاكل انت وهتاكل مع العيلة وهتستمتعوا جدا بالبسبوسة الجميلة اللي انتو عملتوها. بعد كده يا حلوين بعد ما خلصنا من البسبوسة وجوعنا اكيد هنروح للكلمات. اول كلمة عندي هي كلمة mixture. وعلى فكرة الكلمات دي في كتير منها موجودة على القناة في فيديوز منفاصلة تقدروا ترجعوا لها وتتفرجوا عليها كذا مرة علشان تحسنوا النطق. يبقى اول كلمة هي كلمة mixture. mixture يعني خليط. يعني لما حطينا المكونات دي كلها على بعض كده احنا عملنا mixture او عملنا خليط. بعد كده عندي كلمة pretty. pretty يعني جميل ودي مستوية لكلمة beautiful لان beautiful جميل وبريتي برضو جميل. بعد كده عندي كلمة saucepan. saucepan. saucepan اللي هو القدر او مثلا الاناء اللي بتحط فيه السيرب او اي حاجة تانية. بعدين كلمة dash. اللي هو الطبق. كلمة butter. butter. butter اللي هي الزبدة. واخدنا melted butter اللي هي الزبدة ايه. الزبدة السيحة. بعد كده كلمة almond. almond. almond اللي هو اللوز. وعندنا حرف ال ال مش بننطقه. بنقول almond. almond. ممتازين جدا حبيبي. بعد كده عندي cocktail juice. cocktail juice. cocktail juice اللي هو عصير كوكتيل. الكوكتيل. شوية عصار كده على بعض بنسميها كوكتيل. بعدين. baking powder. baking powder. baking powder. baking powder اللي هي خميرة الخبز. خميرة الخبز اللي بنحطها للكيكس. بنحطها للكيكة. بعدين عندي fruit solid. fruit solid. fruit solid. fruit solid. سلطة الفواكه. سلطة الفواكه. كذا نعفكها بنحطهم على بعض. ويبنأكلهم كfruit solid. بعد كده عندي. way out. way out. way out. way out. يعني يزن. way out. يعني يزن. توزن يعني. بعد كده عندي poor. 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 poor دي معناها يسكب أو يصب. عندي بعد كده كلمة poor. يعني poor دي بتختلف عن poor في النطق وفي الكتابة. كلمة poor. p-o-o-r. p-o-o-r. دي بنقول عليها فقير. إنما دي ايه؟ poor. poor. يسكب أو يصب. بعدين عندي كلمة bake. 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 يعني يخبز. وخدنا كلمة baking powder. اللي هي ايه؟ اللي هي خميرة الخبز. بعد كده هنروح لتصريفات الأفعال المنتظمة والغير منتظمة. ودي طبعا مش محتاجين نتكلم عليها تاني. لأننا تكلمنا عليها كتير في الفيديوز. وقلنا irregular verbs بيحصل فيها ايه؟ والirregular verbs بيحصل فيها ايه؟ أول verb عندي هو cock. يطبخ الماضي. cocked. bake. baked. weigh. weighed. mix. mixed. melt. pour. poured. boil. اللي هو يغلي. boiled. share. shared. ممتازين جدا حبيبي. هروح للirregular verbs أو الأفعال غير المنتظمة. اللي قلنا عليها ايه؟ اللي قلنا عليها اني ملهشت شكلي محدد. واحنا لازم نحفظها. أول حاجة عندي make الماضي. made. make. made. pot. pot. مفيش اي تغيير فيها خالص. pot. pot. take. talk. take. talk. طيب بعد كده عندي cut. الماضي بتاعها cut برضو. يبقى عندي pot. pot. cut. cut. هما اللي اتنين مفيش فيهم اي تغيير. الماضي من think. thought. think. thought. الماضي من find. found. find. يجد. found. وجد وخلص. يبقى الماضي ده بيعبر عن حاجات حصلت وانتهت. انتهت. وامتازين جدا حبيبي هنروح للجزء الاخير. جزء الاخير من الدرس بيتكلم عن حاجة اسمها abbreviations. abbreviations يعني الاختصارات. يعني مثلا ممكن تكون عندي كلمة كبيرة. الكلمة الكبيرة دي هختصرها باني هاخد الحروف الاولى من كل كلمة. وهعملهم capital وهسميهم ايه؟ هسميهم abbreviations. abbreviations الاختصارات. زي ايه مثلا؟ تي اس بي. تي اس بي. يا طرى التي اس بي دي اختصار ليه؟ التي اس بي اختصار لكلمة تي سبون. تي سبون. تي سبون يعني معلقة شاي. تي سبون يعني معلقة شاي. يعني مثلا تاخد بيكينج باودر قد معلقة شاي. اوكي. فقول اتي سبون اوف بيكينج باودر. اتي سبون اوف بيكينج باودر. اوكي. طيب امال المعلقة الكبيرة اختصرها ايه؟ تعالوا نشوف. T-B-S-P T-B بخفيفة طبعا S-P دي بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها Table Spoon Table Spoon Table Spoon يعني معلقة كبيرة يبقى معلقة صغيرة T-Spoon معلقة كبيرة هنقول عليها Table Spoon كده حلوين يكون الدرس انتهى ووصفة البسبوسة انتهت ونتقابل قريب جدا بإذن الله في اليونت التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته